عصابات الموت توصيف استخدمه الكاظمي لوصف فرق الموت الخاصة المسؤولة عن قتل وخطف مناهضي العملية السياسية والنفوذ الإيراني وتحديدا في محافظة البصرة الكاظم اكتفى بتغريدة على غير عهده في إعلان ما اعتبره نصرا أمنيا مؤزرا بعد إلقاء القبض على عدد من عناصر فرق الموت دون الظهور على شاشات التلفاز وتسويق عبارته المعتادة بعد كل كارثة تعصف بالعراقيين ألا وهي أطمئنه 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 أحبط منكم الكشف عن هذه المجموعة ورغم إنها معروفة للحكومة لم يتحقق إلا بعد تضارب المصالح وتنامي الصراع بين الأحزاب قبل موعد الانتخابات المبكرة وليس أفضل من الكشف عن المتورطين وداعمي فرق الموت ليكون عنوان حملة انتخابية تفضي لإبعاد الخصوم عن مضمار المنافسة حتى وإن كان عناصر هذه الفرقة يحملون هويات صادرة عن مجلس الوزراء وفقا لإسماعيل الوائلي شقيق محافظة البصرة الأسبق محمد الوائلي الذي اقتيل على يد فرقة الموت نفسها عام 2012 الوائلي أكد أن كل قادة ميليشيا الحجد لديهم فرق موت قامت بالقتل في البصرة قبل اندلاع ثورة تشرين وما بعدها متهما الحكومة بإطلاق وصف عصابات على فرق الموت لإبعاد الشبهة عن زعماء أحزاب السلطة وأجنحتها المسلحة ومنهم المالكي عراب الاختيالات والتصفيات وأحد المتهمين بالوقوف وراء قتل محافظ البصرة الأسبق محمد الوائلي وفقا لشقيقي الأخير أسعد وفراس وليس في الأمر من جديد حيث سبق لموقع ويكيليكس أنكشف عن وثائق أمريكية تؤكد قيادة المالكي إدارة فرق الموت الطائفية إلا أن عودة استذكار ما أكده محمد الوائلي قبل اغتياله بفترة وجيزة بشأن تحميله القنصلية الإيرانية في البصرة مسؤولية سلامة حياته بالتزامن مع ورود أسماء أحمد طويسة وآخرين من القيادات في ميليشيا الحجد المنضوين ضمن فرق الموت يؤكد التغول الإيراني في كل مفاصل الدولة ترجمة نانسي قنقر